مرحبا هل تعلم أن بشار الأسد فيه يساعد الفلسطينيين في غزة بدون ما يعمل ولا شيء؟ بيقدر كيف؟ الفلسطينيين في غزة أحوج ما يكونوا الآن للطلطية الإعلامية اللي ما يأثر عليهم أي حدث آخر في المنطقة لكن في حدث آخر عبي يأثر على هذا الموضوع وقصف النظام الهمجي لإدلب قرى وبلدات إدلب وإدلب المدينة الشاشات عبتمتلئ وعب يصير خربة بين الضحايا بغزة والضحايا بإدلب حتى النظام نفسه جريدة الوطن تابعة للنظام نشرت فيديو وقادت هذا قصف صهاينة على غزة وهو بالأصل قصف النظام على إدلب كثير عبتتها هات صور النزوح ويقولوا هي بإدلب ويقولوا هي بغزة في غزة صور نزوح كثيرة في غزة كل أنواع الصور اللي ممكن تتخيلوا الموجودة بإدلب لكن ولأنه النظام بنفس الوقت صاعد القصف بإدلب بنفس الوقت اللي صاعد القصف على غزة تشتتت هاي الأمور بشار الأسد فيه بكل بساطة يوقف القصف هاي الفترة عن إدلب بحيث الشاشات تكون مسلطة فقط على غزة والإعلام الآخر اللي بدوا يتحجج بشان ما يغطي إدلب بيغطي سوريا ما بيكون عنده هاي الحجة وبيقطع عليهم الطريق لكن بشار الأسد ما عبي عمل إيك يعني هو فيه يساعدهم بدون ما يعمل شي ما مطلوب منك حتى تبعت انت عناصرك وميليشياتك لعندهم فقط انت يا أخي عود ولا تساوي شي بس لا تساوي شي بس لا تساوي شي وانت بتساعدهم ويع بيرفض طب هن الإيرانيين بيحسنوا نعم الإيرانيين بيحسنوا يوم ربشار الأسد انه خي يكرمال الغزاويين مكرمال السوريين واقف وخلي الشاشات فقط مسلطة والإعلام مسلطة على غزة ومع ذلك منهم مستعدين يعملوا هالشي فأنتوا تخيلوا قديش هذا النظام وهذا المحور ممانع ومقاوم والسلام